أثناء صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر الذي يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد وذلك خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين المعنيين وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر حيث اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية من مختلف الجوانب خاصة ما تم إنجازه من مساحات منزرعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وجميع مكونات البنية الأساسية اللازمة للمشروع اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية لمتابعة ملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من الطيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت وتجنب تكرار حدوث انقطاع الطيار الكهربائي مستقبلا ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة في هذا الصدد وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي حرص الدولة على التصدي لأي مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين وحلها على مستويين الأول يتعامل مع ظروف الطارئة والعاجلة والثاني يتضمن الحلول الجذرية والهيكلية التي تضمن منع تكرار المشكلات مجددا هذا ووجه الرئيس السيسي الحكومة بمواصلة العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الحالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز الخطط الوطنية لزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بالمنظومة الصحية واطلع رئيس الوزراء على موقف الأجهزة والمستلزمات الطبية الموردة لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة مشيرا إلى أنه تم تسليم أكثر من 42 ألف جهاز للمنشآت الطبية وكذلك خطة تنفيذ مشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية والذي يشمل تنفيذ ستة مخازن استراتيجية للأدوية وتوزيعها لتقطيع كامل خريطة الجمهورية بهدف تأمين رصيد احتياجات مصر من الأدوية الاستراتيجية لمدة أربعة أشهر أعلنت أوكرانيا مقتل شخص في قصف روسي استهدف مبنى سكنيا في مدينة زابوريجيا بجنوب البلاد وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة أناتلي كورتياف إن أربعة عشر شخصا أصيبوا في القصف بعد أن كان قد أفيد عن خمسة فقط في البداية وأشار كورتياف إلى أن أربعة مباني على الأقل تضررت جراء القصف قال وزير الخارجي الأوكراني ديماترو كوليبا إن المحادثات التي استضافتها السعودية مثلت انفراجة لكييف وأظهرت أنه من الممكن حجد الدعم العالمي وراء الخطة التي اقترح الرئيس فلاديمير زيلانسكي لإنهاء الأزمة وأضاف كوليبا أنه إذا أراد أي بلد أن يكون في صدارة المشهد السياسي العالمي فعليه أن يصبح جزءا من اجتماعات التنصيق هذه وقال كوليبا إن عدد الدول المهتمة بالمشاركة في اجتماعات مثل تجمع جدة زاد كثيرا في الأسابيع القليلة الماضية مشددا على أن هذه الفعاليات تضع أساسا حيويا للمحادثات في المستقبل بخصوص رؤية أوكرانيا للسلام أعلنت أوكرانيا عن ممر إنساني في البحر الأسود يسمح بإبحار سفن الشحن المحاصرة في موانيها منذ الدلاع الأزمة العام الماضي وسينطبق الممر الإنساني في بادئ الأمر على الأقل على سفن مثل الحاويات العالقة في الموانئ الأوكرانية والتي لم تكن مشبولة بالاتفاق الذي فتح الموانئ أمام شحنات الحبوب العام الماضي وقالت البحرية الأوكرانية في بيان إن كييف قدمت اختراحا مباشرا بشأن الممر للمنظمة البحرية الدولية وستستخدم الممر بالأساس السفن المدنية الرأسية في موانئ تشورنومورسك وأودسا وبفديني الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير عام 2022 قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيرسل طلبا إلى الكونغرس للموافقة على إنفاق إضافي يقارب 40 مليار دولار منها 24 مليارا لأوكرانيا واحتياجات دولية أخرى متعلقة بالأزمة وأضاف أن من بين هذا المبلغ 4 مليارات دولار لأمن الحدود و 12 مليارا للإغاثة من الكوارث